الأهلي خلص في صفقتين نار في يناير وحكام ملاكي للزمالك أمام المصري في الدور العام ومبروك تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا دعم اللي حبيبك هوك سوبر أهلا ولو أول مرة تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو صفقتين الأهلي خلص في صفقتين في يناير إن شاء الله حاجة كده سوبر صفقة محلية وصفقة إفريقية وأي حد بيطلع بيقولك الأهلي ما جابش صفقات أو ما عملش صفقات لا ده سر الإدارة النجحة سر وكتمان الإدارة النجحة إدارة إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إدارة نجحة ولذلك مش هتعمل زي ما قلنا قبل كده في صفقات الصيف لما كان كل ما يقولوا على لاعب نبص للاقي المنافس دخل وخدوم ورئيس النادي بتاعه قال لك لأ هتروح الزمانك حتى لو أهل من الأهلي خلاص دلوقتي كل الصفقات ماشي بالسر والكتمان مع النادي الأهلي وكلر أبدأ إعجابه بالصفقات بعد الصفقة اللي قلنا عليها أن النادي الأهلي عاوز يرجعه ألا هو كريم ندفد ولكن إن شاء الله بإذن الله الصفقتين دولا تموا ومشا نقدر نقول على أسميهم دلوقتي خالص علشان أن النادي الأهلي عامل عليهم سر وكتمان ويا سادة حكام ملاكي للزمالك أمن عمر ومن تاني إن النوس عمر الشناوي أه والله عمر الشناوي ابن أحمد الشناوي اللي محسبش الهدف بتاع كريم فؤاد في مباراة الداخلية ده حكام ملاكي للزمالك رسمي 100% ليه علشان هو أساسا حرم النادي الأهلي قبل كده قدام البنك الأهلي هو بنفسه عمر الشناوي ده من هدف صحيح 100% وهدف المقاولين برضو نفس الحكاة لما الأهل اتعادل مع المقاولين الموسم الماضي والأربع نقاط ضيعت دور من النادي الأهلي وكان في البداية يا سادة في البداية ويا سادة ألف 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 مبروك للمنتخب التونسي مش على التأهل ولكن على الأداء والروح والبطولة والرجولة اللي فعلا منتخب تونس شرف العرب وشرف الكرة الأفريقية وعلم الناس يعني إيه انتماء ويعني إيه منتخب ويعني إيه لعب برجولة منتخب تونس يفوز على منتخب فرنسا حامل لقب أو بطلة كأس العالم في آخر نسخة ألا وهي 2018 منتخب أفريقي ومنتخب عربي أول مرة يفوز على بطل عالم في مباريات كأس العالم علشان ما حادش يطيع يقولك ما قبل كده مصر فازت على طالق دي كانت بطولة الكرات كأس العالم للكرات وليس كأس العالم علشان ما حادش يقولك مصر فازت على طالق 2006 فمبروك ألف مبروك لمعلول وكل أبناء تونس وكل منتخب تونس والشعب الشقيق التونسي ألف ألف مبروك على الأداء وعلى الرجول وعلى البطولة ولكن أداء مشرف وخروج بشرف بشرف وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته